يا غافل والدك هو الذي بظله تتنفس وتستعيد قواك أي نوم تنعم به وقد أغضبته وهجرته والدتك هي النور لحياتك بدعواتها إذا ذهب النور فوالله لن تجد إلا الظلام يتبعه الظلام فالحق بالنور قبل ذهابه واسأل الذين فقدوا والله إن بعض الأبناء إلى الآن لم يفكر في عظيم فضلهما وجميل إحسانهما والآباء يتحملون ويتغافلون ومن عطفهم وحلانهم يصبرون ويتحملون فعذرا أيها الأباء والأمهات والله رأيته في المطار رأيته في المطار ذلك الشيبة الكبير وقد احدودب ظهره يدفع الحقائب بنفسه دفعا يدفع الحقائب ويحملها بنفسه وولده خلفه يقلب جوال البلاكبيري بلا مبالاة قلت له أهذا والدك الذي أمامك أهذا والدك يا حسرتاه يا حسرتاه أهكذا نرد الجميل والله ما أشقاها من ساعة تلك الساعة التي لا تفكر فيها بخدمتهم ورد جميلهما والله ما أتعسى من ساعة تلك الساعة التي ينصرف عنك وألدك غضبانا متضايقا منك ومن سلوكك ورفع صوتك ما أتعسى والله من لحظة تلك اللحظة التي ينام والدك وهو غير راضي عنك تغضبه بسبب شيء تافه من توافه الدنيا تحزنه من أجل جوال لم يشتريه تغضبه بسبب شيء تافه تغضبه من أجل سيارة لم يشتريها أو لم يحضرها لك تغضبه من أجل نزهة مع أصحاب تحزنه وترفع ضغطه من أجل ريالات هو يجمع الدنيا لمن أليس لك أنت هو يكد ويكتح لمن أليس لك أنت كم واجه المصائب والملمات من أجلك كم أراق ماء وجهه في دين أو شفاعة أو وظيفة من أجلك أنت كم اسود وجهه بسببك في مخفر شرطة أو مركز هيئة تذكر يا ولدي تذكر أنه يحبك حبا جمع وخوفه عليك وحكمته التي تغلب حكمتك قد تجعله يتأخر في تلبية طلباتك فقد يرى ما لا ترى وقد يكون مهموما بدين أقضى مضجعه أو بأمور أهم مما تفكر فيه وتبتغيه إن الله حرم الإساءة إن الله حرم الإساءة إليهما ولو بكلمة أف هذا في حق من يقضي الحاجة لكن بتأفف بتضجر فكيف بمن يرفض قضاء الحاجة أصلا فالأمر أشد والله إن من القلوب من هي أشد قسوة وما أشد العقوق وما أبشعه حينما يكون الأبوان في حال الكبر